جهاز التنفس والإخراج وظائف الجهاز التنفسي تكمن أهمية الجهاز التنفسي في إمداد الجسم بالأكسجين حيث يصل الأكسجين إلى الجهاز الدوري ومنه إلى خلايا الجسم المتعددة ولماذا تحتاج الخلايا الأكسجين؟ تحتاج الخلايا الأكسجين لتقوم بالتنفس الخلوي والتنفس الخلوي هو مجموعة من التفاعلات الكيميائية تحدث داخل الخلية الحية فأيدتها أنها تقوم بإطلاق الطاقة المخزنة في الغذاء وينتج عن التنفس الخلوي ثاني أكسيد الكربون والماء ويتم التخلص من ثاني أكسيد الكربون والماء عن طريق الرئتين في عملية الزفير والآن فلنتكلم عن أجزاء الجهاز التنفسي يبدأ الجهاز التنفسي بإدخال الهواء إلى الجسم عن طريق الأنف أو الفم ويحتوي الأنف على مخاط يقوم بتدفئة الهواء وترطيبه ثم ينتقل الهواء إلى البلعوم والبلعوم مبوب يمر من خلاله الطعام والهواء وحتى لا يسمح بالطعام للدخول في أجزاء الجهاز التنفسي وإعاقة التنفس فيوجد في البلعوم ما يسمى بلسان المزمار وهو يغلق مجرى التنفس عند بلع الطعام وبعد البلعوم ينتقل الهواء إلى الحنجرة والقصب الهوائية والحنجرة هي ممر للهواء ويوجد بها الأوتار الصوتية أما القصب الهوائية فيبطنها مخاط يصطاد البكتيريا والغبار وغيرها من الشوائب حتى لا تدخل إلى الرئتين كما يوجد بها أهداب هذه الأهداب تحرك المخاطع إلى الأعلى حتى يتم بلعه وبعد القصب الهوائية يذهب الهواء إلى القصيبتان الهوائيتان والرئتان وتتفرع القصيبتان الهوائيتان في كل من الرئتان إلى أنابيب أصغر تدعى الشعبات الهوائية وتستمر في التفرع إلى أن تنتهي إلى مجموعة أكياس ذات جدران رقيقة تسمى الحويصلات الهوائية وعند الحويصلات الهوائية تتم عملية تبادل الغازات فيدخل الأكسجين إلى الشعرات الدموية ويخرج ثاني أكسيد الكربون لماذا تتنفس؟ عملية تنفس عملية لا إرادية أي أنك لا تستطيع التحكم فيها يتحكم فيها الدماغ فهو يغير معدلا فالدماغ يغير معدل التنفس تبعا لكمية ثاني أكسيد الكربون في الدم فإذا زادت كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم زاد الدماغ معدل التنفس وإذا قلت نسبة ثاني أكسيد الكربون قلل الدماغ من معدل التنفس وكيف يحدث الشهيق والزفير؟ يحدث الشهيق والزفير عن طريق تغير حجم الريئتين والذي يسببه الحجاب الحاجز فالريئتين تكون بهذا الشكل وتوجد تحت الرئتين عضلة تسمى عضلة الحجاب الحاجز ففي الشهيق تنقبض عضلة الحجاب الحاجز فتنزل إلى الأسفل هذا في الشهيق ويزيد حجم الرئتين فيندفع الهواء إليهما أما في الزفير فترتخي عضلة الحجاب الحاجز هذا في الزفير فتتجه إلى الأعلى فتضغط على الرئتين فيصغر حجم الرئتين ويطردان الهواء الذي بداخلهما وكذا تتم عملية الشهيق والزفير أمراض الجهاز التنفسي واختلالاته يعد التدخين من أخطر الأشياء التي تضر الجهاز التنفسي وتسبب الكثير من الأمراض منها سرطان الرئة والتهاب القصبات المزمن وانتفاخ الرئة وغيرها فالمواد الكيميائية التي بداخل الدخان مثل النكوتين والقطران هي مواد سامة تدمر الخلايا مما يسبب السرطان أيضا درجات الحرارة المرتفعة والدخان وثاني سيد الكربون يضر الخلايا أيضا والجهاز التنفسي أمراض معدية أي أنها قد تنتقل من شخص إلى آخر وهذه يسببها البكتيريا والفيروسات والمخلوقات الدقيقة ومن أشهر الأمراض الموادية الرشح وهو يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي والذي يقع من الأنف إلى البلعوم ومن أمراض الجهاز التنفسي التهاب القصيبات المزمن وهو يحدث عندما تتهيج القصيبات فتفرز الكثير من المخاط وتتطور الحالة إلى الإصابة بالتهاب القصيبات ومن الأمراض أيضا انتفاخ الرئة والسببه انتفاخ الحويصلات الهوائية ومن الأمراض أيضا سرطان الرئة وأكبر مسبب له هو التدخين ومن أشهر أمراض الجهاز التنفسي الربو والسبب الربو هو انقباض القصبات ويكون علاجه باستنشاق دواء يعمل على ارتخاء القصبات تكلمنا حتى الآن عن جهاز التنفس والآن سنتكلم عن الإخراج فما هي وظائف الجهاز الإخراجي؟ وظيفة الأساسية هي التخلص من الفضلات فالطعام الغير مهضوم يتم التخلص منه عبر الأمعاء الغليظة والفضلات الغازية مثل ثاني يكسيد الكربون تم التخلص منها عبر الجهاز الدوري والجهاز التنفسي أما بعض الأملاح فتم التخلص منها بالعرق ومن أهم الأجهزة الإخراجية الجهاز البولي فتكمن أهمية الجهاز البولي فإنه يخلص الدم من الفضلات كما أنه يوازن كميات الأملاح والماء وكيف يستطيع الجهاز البولي تنظيم مستوى السوائل في الدم يقوم الدماغ بمراقبة مستوى الماء في الدم فإذا لاحظ الدماغ ارتفاع مستوى الماء فإنه يفرز هرمون يزيد من كمية البول وما هي أعضاء الجهاز البولي تكون الجهاز البولي من كليتين يخرج من كل كلية حالب هذا يسمى حالب ويصب الحالب في المثانة وفي آخر المثانة قناة لإخراج البول خارج الجسم تسمى الإحليل وتعمل الكلية على تنقية الدم من الفضلات الموجودة فيه وتتم تنقية الدم في الكلية عن طريق الترشيح تتكون الكلية من مليون وحدة ترشيح دقيقة تسمى النفرون وفي هذا النفرون الصغير تتم عملية ترشيح الدم للتخلص من الفضلات وبعد أن يتم الترشيح في الكلية تتم عملية جمع البول وإخراجه فينتقل البول الذي تجمع في الكليتين عن طريق الحالب إلى المثانة ويخزن في المثانة إلا أن يتم إخراجه من الجسم عن طريق الإحليل إذن لجمع البول نبدأ بالحالب وهو أنبوب يصل الكليا إلى المثانة والمثانة تختزل البول إلى حين إخراجه من الجسم ثم تطرح القناة البولية أو الإحليل البول خارج الجسم أمراض الجهاز البولي واختلالاته قد يتعرض أي جزء من أجزاء الجهاز البولي إلى المرض فقد تصاب الكليا بالضرر فلا تستطيع تصفية الدم من الفضلات فتتراكم الفضلات في الدم فتؤدي إلى تراكم السموم في الجسم واختلال عمله وإذا لم تعمل الكليا بشكل سليم قد تصل الحالة إلى الفشل الكلوي أي عدم قيام الكليا بوظيفتها وقد يستطيع الفرد العيش بكلية واحدة حيث تقبل الكليا للتعويض عن الكليا المصابة أما إذا فشلت الكليتين فيجب على المريض القيام بعملية غسل الكلة وهي الاستعانة بكلية صناعية لترشيح الدم من الفضلات وقد يصيب المرض أيضا الحالبين أو الإحليل فالحالبين والإحليل قنوات ضيقة فقط تصاب بالإنسداد وقد يسبب ذلك سلسلة من المشكلات لأن الجسم لا يستطيع التخلص من البول بطريقة صحيحة وبالتالي عدم معالجة هذا الإنسداد قد يؤدي إلى الفشل الكلوي اشتركوا في القناة